من جانبه ثمن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوى المواقف الروسية الداعمة لليمن والمؤكدة دوما على وحدة وأمن واستقرار اليمن والمساندة للمرحلة الانتقالية ومسيرة التغيير الجارية وأكد باسندوى لدى رقائه اليوم بصنعى نائب وزير الاتصالات والإعلام الروسي ألكسي فولين أكد أهمية الدورة الذي يمكن أن تطلع به أو يطلع به الروس لدعم خطة الحكومة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة من جانبه أكد المسؤول الروسي أن زيارته الحالية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وعلى وجه الخصوص في ميادين الاقتصاد والاستثمار والتجارة